أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكم إمارة دبي مرسوما بإنهاء خدمات سامي عبدالله عبدالخالق قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان على أن يعمل بالمرسوم معتبارا من اليوم إلى ذلك أصدر اسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس التنفيذي لإمارة دبي قرارا بندب عمر حمد عبدالله حمد بوشهب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري بدائرة التنمية الاقتصادية للقيام بمهام المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد